تضمن بيان الخارجية السعودية الذي أعلن قطع العلاقات الدبلوماسية بلبنان وقف جميع الواردات اللبنانية إليها واتخاذ جميع الإجراءات لتحقيق هذا الهدف فكم يبلغ حجم هذه الصادرات وما السلع الأساسية التي تصل إلى المملكة من لبنان في عام 2011 وصل حجم الواردات اللبنانية إلى السعودية بحسب الهيئة العامة للأحصاء الحكومية إلى نحو 1500 مليون ريال سعودي وأهم السلع المصدرة إلى المملكة بحسب الهيئة الحلي وجواهر البلاتينوم والذهب إضافة إلى مولدات الكهرباء قبل أن يصل إلى أعلى مستوياته عام 2012 ببلوغه 1723 مليون ريال سعودي بعد هذا التاريخ رهى حجم الصادرات اللبنانية ينخفط تدريجيا حتى وصل بحسب الاحصاء الرسمي الأخير للهيئة عام 2019 إلى 1185 مليون ريال سعودي لتكون المعادن الثمينة والأحجار الكريمة أكثر السلع تصديرا إلى المملكة إضافة إلى الفواكه والخضر والكاكاو ومستحضرات التجميل السفير اللبناني لدى السعودية فوز كبارة كشف في حديث تلفزيوني في نيسان العام الحالي أن التبادل التجاري بين البلدين وصل خلال السنوات الماضية إلى نحو 600 مليون دولار مشيرا إلى أن السعودية تتعد الوجهة الثانية للتصدير من بلاده بعد دولة الإمارات بمعدل 250 مليون دولار سنويا وتشير تقديرات مجلس الأعمال اللبناني السعودي إلى أن مجمل التحويلات المالية من منطقة الخليج إلى لبنان تبلغ نحو 4 مليارات ونصف مليار دولار سنويا نصفها تقريبا يأتي من الجالية اللبنانية في السعودية وبحسب الأرقام الرسمية فأن المملكة العربية السعودية ودول الجوار التي تعبر فيها الشاحنات اللبنانية إلى الأراضي السعودية للوصول إلى أسواقها تستورد منسبته 55.4% من إجمالي الصادرات اللبنانية من الخضر والفاكهة أما أرقام جمعية المزارعين في لبنان واستنادا إلى بيانات مديرية الجمارك العامة فتشير إلى أن صادرات لبنان من الخضر والفاكهة في عام 2020 وصلت إلى أكثر من 312 ألف طن بقيمة إجمالية تصل إلى 145 مليون دولار حصة المملكة العربية السعودية منها 50 ألف طن وقيمتها 24 مليون دولار أي 16% من إجمالي صادرات اللبنانية إلى الخارج حيث تتصدر فاكهة التفاح والعنب إضافة إلى البطاطا والحشائش والحمضيات قائمة أكثر السلع تصديرا إلى المملكة محمد فرحات قناة الجديد